أهم شيء المستهلك اللي نشتري يحتفظ في الفاتورة الفاتورة هي اللي تحميل المستهلك يعني سواء مثلا شرع السلعة اطلعت السلعة ان فيها مثلا اكتشف بعدينها مقلدة احنا نتخذ اجراءاتنا موجب الفاتورة وان الفاتورة هذه الدين المحل تثبت على المحل في حالتها الى نيابة التجارية ودائما نحن ننصح المستهلك انه ما يشتري من مواقع او من اماكن يعني يكون غير معروفة هذه اللي ماشي الان في السوشال ميديا هو اللي قاعد يبيع صار سوك احنا بنرجع الى بعدين احنا نكمل ايه فدائما المستهلك يكون يحتفظ في فاتورة ويحتفظ في ومكان موثوق منه طبعا يعني خصوصا في بعض المواد اللي ما يسمح يعني التقليد فيها ما ودك تشتري مقلقة خصوص قطع الغيار قطع الغيار حتى المواد يعني حتى العطرية المواد المستلزمات مستحضرات تجميل يعني هذه ما ودك انها تلامس الجلد فممكن لها تأثير ما تدرشين تركيبة تذبح يمكن يكون في السموم